دلوقتي معد موجز الأخبار مع ليندا الفضل يا ليندا شكرا شازلي التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لشعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بحلول ليلة القدر المباركة وخلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر شدد رئيس السيسي على أن الخطاب الدني الواعي المستنير أحد أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف والهدام دعيا جموع المواطنين إلى مواصلة بناء الوطن بالتعاون والتراحم والتكاتف واشدد رئيس السيسي على ضرورة أن نستلهم روح الإخلاص من شهر رمضان الكريم افتتح رئيس عبدالفتاح السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين وشارك في الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله وخلال تفقده أعمال التجديد بالمسجد أعرب رئيس السيسي عن تقديره للسلطان طائفة البهرة بالهند لجهوده واهتمامه الدائم تجاه أضرحة آل البيت هذا وقم رئيس السيسي بجولة تفقدية بحجرة تشمل مقتنيات الرسول عليه الصلاة والسلام بحث سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد مع مستشار رئيس الوزراء الكندي للشؤون السياسية والدفاعية دان كوستلو سبل دعم العلاقات بين البلدين وتعزيز أليات التشور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأوضح أبو زيد أن اللقاء تطرق إلى تدعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري مضيفا أن اللقاء تناول مقترحات وخطة عمل مشتركة لدعم علاقة الشراكة بين البلدين السياسيا واقتصاديا خلال المرحلة القادمة كأشفا أن اللقاء تزمن مع اتصال هاتفي جمع وزيري خارجية البلدين ما أعطى قوة دفع وزخما إيجابي لوضع الكثير من المقترحات موضع التنفيذ أعلن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن سيزور كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من العشرين إلى الرابع والعشرين من مايو لإجراء محادثات مع زعيمي البلدين وأضاف البيت الأبيض في بيانه أن بايدن سيلتقي أيضا في توكيو زعماء المجموعة الرباعية التي تضم أستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن السلطة مسئولية وليست حوارات زائفة مشددا على أنه لا تفريط في الوطن ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة ولا تفاوض إلا مع من يقبل الإرادة الشعبية ولا اعتراف بأحد إلا على قاعدة الوطنية وخلال مشاركته في مأدوة إفطار مع عائلات شهداء وجرح العمليات الإرهابية قال الرئيس التونسي إن من اختار أن يسقط الدولة ليس من التونسيين وأنه على القضاء الشرفاء أن يتحمل مسؤولياتهم التاريخية في إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وأن هناك من النصوص ما يكفيهم حتى تعود أموال الشعب للشعب وضع ليفربول الإنجليزي قدما في المباراة النهائية لبطولة دور أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفي فياريال الإسباني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد في ذهاب الدور نصف النهائية ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الثلاثاء المقبل على ملعب لاسراميكا معقل الفريق الإسبانية نهاية موجزة تسانع والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل